شفى وزير الخارجية وشؤون المختربين أيمن الصفضي أن الوفد الوزاري العربي المكلف بالتواصل مع المجتمع الدولي سيلتقي هذا الشهر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغوريني ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك عقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية عقب انتهاء الاجتماع المستأنف لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أن مهمة الوفد ستكون تأكيد الموقف العربي وبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله لكسر الانسداد السياسي الخطر وإطلاق تحرك دولي يوجد أفقا سياسيا للتقدم نحو حل الصراع العربي الإسرائيلي